موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالة فؤاد رحلة صغيرة مع الفن رحلت في شبابها واشتهرت بفوزي الرمضان عمرها في هذه الدنيا كان قصيرا ومشوارها الفني أقصر عاشت حياتها في مزيد بين النجاح والحب والألم لتسفر في النهاية عن قصة مأساوية لترحل هي في عز شبابها ويلحق بها حبيبها إلى دار الآخرة ويأبى ابنهما أن يمكس كثيرا ليرحل بصمت اسوة بوالديه وهو في عنفوان شبابه لتبقى ذكرى هالة فؤاد وأحمد زكي وهيسم زكي أسطورة خالدة في عالم الفن في مثل هذا اليوم 26 مارس ولدت هالة فؤاد لأسرة فنية والدها المخرج أحمد فؤاد الأمر الذي جعل دخولها عالم الفن سهلا فضلا عن امتلاكها حضورا مميزا ووجها تضغى عليه براءة الطفولة واستطاعت أن تصل إلى قلوب المشاهدين جمع الحب بين هالة فؤاد والنجمة الأصمر أحمد زكي وأصمر عن نجلهما هيسم ولكن لم تستمر هذه العلاقة طويلا لشغف الفنانة الجميلة للعمل بالفن وهو ما قوبل بالرفض من قبل زكي ونتيجة العند وقع الطلاق سريعا تجربة عاطفية جديدة خاضتها هالة فؤاد وتزوجت مرة ثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات وأنجبت ابنها الثاني رامي لتبدأ مأساة جديدة بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان وتعتزل الفن عشقها الوحيد في بداية التسعينات وبعد رحلة علاق طويلة يستسلم جسدها للمرض وترحل عن الحياة بهدوء يوم 10 مايو من عام 1993 رحيل هالة فؤاد في عز شبابها سبب صدمة للوسط الفني وبالتحديد زوجها الأول الفنان أحمد زكي الذي كانت تمثل له حب حياته الأول والأخير وأم ولده الوحيد والذي استقبل نبأ وفاتها خلال تمثيله أحد أعماله ووصله خبر موتها في أثناء تواجده على سطوح إحدى البنايات والتي كاد أن يقفز منها إلا أنه تم منعه من قبل العمال والمصورين ليجلس بعدها باكيا وذلك حسب ما رواه الفنان محمد عشوب في برنامجه ممنوع من العرض حياة هالة فؤاد كانت مأساوية فقد رحل والدها المخرج أحمد فؤاد في أثناء تلقيها العلاج بأحدى المستشفيات ورحل حبيبها أحمد زكي بعدها بعدة أعوام عام 2005 ليلحق بهم ابنهما الفنان الشاب أحمد هيسم زكي بدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم العاشقة عام 1960 شارقت في عدد من الأعمال الهامة أبرزها اللعب مع الشياطين فوزير المناسبات حارت الجهري المليونيرة الحافية السادة الرجال وغيرها من الأعمال الفنية المهمة تزوجت من الفنان أحمد زكي عام 1983 وأنجب ابنهما هيسم في عام 1984 ولم يجمعها به سوعم الفني واحد وهو مسلسل الرجل الذي فقد زاكرته مرتين عام 1981 قصة نجيب محفوظ والسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة انفصلت هالة فؤاد عن أحمد زكي ثم تزوجت للمرة الثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات وأنجبت ابنها رامي بعد زواجها من عز الدين بركات أصيبت هالة فؤاد أواخر عام 1990 بجلطات متلاحقة قررت هالة فؤاد اعتزال الفن وارتداء الحجاب وكان آخر أعمالها الفنية اللعب مع الشياطين ثم تفرغت لحياتها الزوجية رحلت هالة فؤاد عن عمر يناهز 35 عاما بعد صراع مع مرض سرطان السدي وتوفيت في 10 مايو عام 1993 شكل خبر وفاتها صدمة حقيقية للفنان أحمد زكي وحكى الفنان محمد عشوب في برنامجه ممنوع من العرض وقعت سماع أحمد زكي لخبر رحيل هالة فؤاد مشيرا إلى أن أحمد زكي تعرض لصدمة وحاول الانتحار عند سماع خبر وفاتها وصرد عشوب القصة منذ بدايتها قائلا مرضت هالة بعد انفصالها عن أحمد زكي وذهبت لمستشفى النيل البدراوي لعمل فحص شامل واتصلت بي وقالت ادعي لي يا محمد ادعي لي ربنا يشفيني وتدهورت حالة هالة بعدها بشكل كبير حتى أتاه خبر وفاتها من شقيقها هشام فؤاد وذهب عشوب لحي الخليفة حيث يقوم زكي بتصوير أحد أفلامه داخل عمارة هناك ووجد أمامه المنتج محمد السبكي منتج الفيلم وكان يجلس على مقهى أسفل العمارة فسألوا عن أحمد زكي وقال للسبكي في خبر وحش أوي هالة فؤاد ماتت وسمعت الفنانة ليلى صبونجي كانت تشارك في الفيلم كلامهما ومن صدمتها اتجهت سريعا إلى فنان أحمد زكي وقطعت التصوير وأخبرته وهو في أعلى العمارة بخبر وفات هالة فؤاد قائلة وهي تصرخ وتبكي أحمد البقية في حياتك هالة ماتت يا أحمد ولولا لحق السبكي بأحمد زكي لألقى بنفسه من أعلى العمارة وظل زكي يصرخ قائلا أنا اللي أتلتها أنا اللي موتتها وقالت الفنانة عفاف شعيب خلال تواجدها في ندوة اليوم السابع أحمد زكي كان بيحب هالة فؤاد جدا وبيغير عليها حقيقي ولكن مش هو ده السبب وراء الانفصال هناك أسباب أخرى كثيرة لا داعي لذكرها ومش هقدر أقولها والحقيقة أنا حاولت أصلح بينهم أنا وزوجي وقتها المنتج رياض العريان لكن أحمد زكي رفض وبعد ذلك هالة تعبت بعد إصابتها بالسرطان وأوضحت عفاف شعيب أحمد زكي لم يكن يتوقع أنها تقدم على الزواج بسرعة بعد انفصالها عنه وده جننه فقبل زواجها كانت هناك محاولات لأعادتهما مرة أخرى ولكن بشروط أحمد ولذلك هو الذي رفض لأسباب كثيرة لا داعي لذكرها الله يرحمهم الاثنين وتابعت عفاف شعيب بعد الانفصال أحمد زكي كان يقوم بكل واجباته وذلك على يدي حيث ذهب لمنزل حماته وأعطاها مبلغا كبيرا جدا من أجل شراء شقة في الدقي وأعطاها كمان حوالي عشر تلاف جنيه عشان تعليم هيسم وقال لها كل شهر هجيلك لحد عندك أو عفاف هتجيبلك الفلوس دي فأنا قلت له لا يا أحمد أنت أحسن توديها بنفسك وبعد ما هالة جوزت كان بيصرف على هيسم لحد ما مات ويشهد الله وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية سلمة الشماع ظهرت الفنانة هالة فؤاد بصحبة ابنها هيسم أحمد زكي وهو طفل صغير ووالدها المخرج أحمد فؤاد وشقيقها المخرج هشام فؤاد وتحدثت هالة من خلاله على أن الفن لا يورز بالضرورة ولكنه هبة ومنحة من الله للفنان يخلقه بداخله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر